موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكو حبابي طلاب الصف السابع يلا حبابي اليوم بدنا نأخذ الدرس الثالث من وحدتنا وحدة كثير سهلة وكثير بسيطة يلا لنأخذ اليوم القيمة المطلقة للعدد الصحيح فكرة صغيرة وفكرة سهلة ان شاء الله ورح تمشي الأمور بسرعة خذوا نفس يهدئوا استرخوا خلينا نأخذ مراجعة سريعة لأيه للي أخذناها ايه قبلا في الأول يا حبابي في الدرس الأول شو كان اسم عنوان الدرس يا حبابي الأعداد الصحيح الصحيحة وحكينا يا حبابي في الأعداد الصحيحة شو قلنا الأعداد الصحيحة اللي هي الأعداد الموجبة اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة بظلها مكملة هيك وفي عندي في النص اللي هو سفر اللي هو لا موجب ولا سالب وفي عندي ايه بعدها السوالب اللي هي حبابي مديوني بشكل ومديوني بشكلين ومديوني بثلاث ومديوني بأربعة وقلنا يا حبابي الموجب ايش منعبر عننا يا حبابي قلنا فوق لو قلنا فوق منعبر عن العدد موجب لو قلنا يا حبابي كسبة منعبر عن العدد موجب يا حبابي كسب الرجل يعني فاز لو قلنا فازة تمام اي تعبير موجب حبابي فوق كسبة فازة تمام ربحة هاي كل هاته منعطيها ايه موجب طيب ايش منعطي السالب منعطي تحت يوم منقول تحت خسرة دين الدين يا حبابي يوم منقول دين طبعا الدين مش دائما حسب دين يا حبابي منقول تحت وخسرة ودين زي ما تقول صرفة يعني حبابي أصرف فيك معناها وهنا شو منحط وفرة مثلا اي تعبير في الدين بالطريقة هاي هذا منحطي لهم موجب هذا منحطي لهم سالب هذا هو كان درسنا ايه الاول باختصار واخذنا الدرس الثاني ابطال عن شو كان اسمه كان اسمه المقارنة والترتيب كيف يعني المقارنة والترتيب حبابي حكينا في البداية عن شو ايشو اسمه ايه معكوس العدد وقلنا يا حبابي معكوس العدد يعني شو معكوس سالب 2 بس منحطي سالب ونحطها موجب 2 شو معكوس حبابي بالثلاث منحطها سالب ثلاث شو معكوس الأربعة منحط سالب أربعة هاكي معكوس العدد وحكينا يا حبابي عن إن دايما السالب شو ماله السالب دائما أقل من شو أقل من الموجب يعني الموجب دائما أكبر من السالب ليش لأن السالب ديني حبابي وقلنا يا حبابي في خط الأعداد تمام هنا الصفر وهنا الواحد وهنا اثنين وهنا سالب واحد وهنا سالب اثنين قلنا يا حبابي ايه خط الأعداد تزداد القيمة ايه هيك تزداد قيمة العدد يعني السالب واحد أكبر من السالب اثنين طب بتقول ليش السالب واحد أكبر من السالب اثنين لأن المديون بشكل أحسن من المديون ايه بشكلين بالطريقة هاي دائما قصة بالمصاري والعمرك ايه يتفضض, يعني مثلا لو قلنا عنو الأكبر يا حب gambling سالب 100 ولا سالب 99 راح تقولي, المديون بتسعة وتسعين شكل أحسن من المديون بمية شكل طيب عنو أكبر يا حبابي الخمسة و السالب مية teníanو الأحسن مع خمسة شكل والمديون بمية شكل أكيد مع خمسة شكل أحسن من المديون بمئة شكل وهو الحبابي اللي أخذناه في الدرسين الأولى طبعا ديروا بالكم عنو رتب تصاعدين من شو ببلش بدي أطلع السلة من وين ببلش من تحت بدي أردت التنازل ببلش من وين من فوق تمام تمام طيب نأخذ الحين يا حبايبي القيمة المطلقة للعدد الصحيح طلعوا معا طلعوا مع بعض كثير سهل وكثير بسيط نشاط من غواصة في خليجي العقبة على شاطئ البحر الأحمر انطلق غواصة من نفس الموقف الغواصة الأول ارتفع يا حبابي شان ارتفع يعني موجب بينما غاصة الثاني إلى الأسفل شان الاسفل يا حبابي يعني سالب تمام وعبر عن المسافة التي قطعها الأول بالعدد الصحيح موجب ثلاث وعبر عن المسافة التي قطعها للثاني بالعدد الصحيح حبابي شو نقول عنها سالب ثلاث ليش لأنها لا تحت أي الغواصة werk؟ قطع مسافة أكبر راح تقول لي أنه اللي قطع مسافه أكبر الغواص الأول قديش قطع حبايبي ثلاث والغواص الثاني قديش قطع إيش راح تقول لي سالب ثلاث طيب هذا طلع ثلاث خطوات وهذا نزل ثلاث خطوات إذن حبايبي الثلاثة شمالها تساوي القيمة المطلقة للسالب ثلاث ويساوي إيش ثلاث كيف يعني حبايبي سالب هاي للتعبير إنه تحت بس هو قديش مشاه ثلاث خطوات ويساوي مشاه ثلاث خطوات إذن حبايبي إيش نفس المساف كيف يعني يعني الثلاث شو تساوي حبايبي الشحطة هاي للسالب ثلاث شعن الشحطة هاي هاي اسمها إيش القيمة المط المطلقة لي عنوان الدرس شعن القيمة المطلقة حبايبي يعني بتقيم إشارتي السالب هي هي كل قصتها تمام تمام طيب ما عليكو منشوف الحين ايه في تكملة الدرس بتتضح له مراكزة نجي نطلع يا حبابي على نشاط ايه اثنين طلعوا معي على نشاط اثنين اتأمل امثل عددين ثمانية وسالب ثمانية على خط العداد هاي ثمانية هون وهي سالب ثمانية هون يبعد العدد ثمانية عن يمين الصفر قده كمان واحدة ببعد راح تقول لي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان واحدات يبعد العدد سالب ثمانية عن يصار الصفر قده يبعد حبابي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمان وحدات كمان وعيد الخطوة السابقة في الفرق ألف العددين ستة قد يبعد للعدد ستة حبابي يلا عيد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة اذن هون قد يبعد للسالب ستة اذن ايه ست وحدات وهي قديش حبابي للسالب ستة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة اذن ايه كمان ست وحدات وحدات شو فكرة السؤال هذي حبابي مشان يقدم لك القيمة المطلقة كمان شوي طيب أتعلم تسمى المسافة بين ال الدد الف والصفر القيمة المطلقة لعدد الف ويرمز لها بالرمز القيمة المطلقة وتقرأ القيمة المطلقة للعدد الف شحطين شايفينها حبابي شحطين شو بتسوي هاي الشحطين بتقيس المسافة المسافة حبابي شفيها سالب يعني شو بتسوي هاي بس بتقيم السالب كيف يعني الحنا بناخد مثال نطلع على هاي يا حبابي مع بعض كثير الدرساتة سهلة حتى ما في اشي جديد نيجي نطلع مع بعض ولاحظ خط الاعداد الآتي هاي عندي هون خمس وحدات القيمة المطلقة للخمسة شايفين هاي القيمة المطلقة رمز القيمة المطلقة حبابي شاح الطين شو بتعمل هاي هذا تحذف إشارة ايه بالسالب إشارة السالب شو ما لها بتقيم هاي خمسة طب هنا فيه شارة سالب لا بضل عدد زي ما هو بس اطلع هون هنا في عندي سالب خمسة شو ما لها القيمة المطلقة مع السالب شو ما لها بالطيرة شو بتظل خمسة شو شطبنا الناقص heightened شطبنا تمام يلا نشوف فان أكمل ما يلي 105 شو بتعطيك 105 زي ما هي في الشي سالب هنا فيه سالب شو ما لا بشط ببس بحط العداد لحال السفر ما هو صفر في الشي سالب السالب تسعة بصير تسعة وعال ثمانين واحد وثمانين سالب 24 بتصير 24 خير سهل يضحى باب نروح على ايه على اللي بعده طيب هل القيمة المطلقة لعدد الصحيح دائما موجبة خلينا نقول مش دائما لأنه في عندي الصفر الصفر ما بعطيني لا موجب ولا سالب اوه وخلص درسنا شايفين درسنا ما اسهل يلا تطلعوا معي على الدرس اليوم يا الله ما اسهل درس اليوم طيب نشوف ما بعض تمرين ومسائل خلعوا مع بعض يلا اجد قيمات كل من الاتم قيمة المطلقة للسالب 27 بس بحث في حبابي السالب وحط العدد 27 قيمة المطلقة للألف وستة وسبعين بحث في هذا السالب وحط العدد للتسعمية تسعمية وثمانية وثمانين زي ما هي لهاي حبابي ما اخص القيمة المطلقة في الجمع اجمعها وعطيك تسعمية ما بعض فيه حدا بيعرفش يجمعها ثمانمية واربعة وثين زائد ستة هاي حبابي ثمانية تسعة أربعة زائد ستة أربعة زائد ستة حبابي عشرة باليد واحد واحد زائد تسعة عشرة باليد واحد تسعة انقدر بعطيك تسعمية أضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي تصبح الجمع الآتي الصحيحة يلا أنوي حبابي السالب ثلاث شو القيمة المطلقة للسالب ثلاث يحبابي ثلاث أنو الأكبر الثلاث ولا المديون ثلاثة شكل أكبر ثلاث قيمة المطلقة للثلاث حبابي ولا الثلاث هنا راح تعطينا ثلاث وهنا ثلاث نيوسا نيوساوي تمام سهل لحبابي بإيه سؤال اثنين نكمل مع بعض آخر إشي طيب أفكر إذا كان العدد السين يبعد مقدار عشر وحدات عن يسار العدد سالب ثلاثة واربين على خط العداد أجيب عما يأتي ألف أيهما أكبر العدد السين أم العدد القيمة المطلقة للسين طيب إذا كان العدد السين هي عدد السين يبعد مقدار عشر وحدات عن يسار العدد سالب ثلاثة واربين حط قط العدد يا حبابي وهاي حبابي بالعدد إيه سالب ثلاثة واربين كل ما رحنا يمين بكبر يعني إيش انت مدين ثلاثة واربين شيكل وحد عطاك شيكل شو بصير حبابي سالب ثلاثة واربين وهنا سالب واحد واربعين وبظل إيه ماشي طيب كل ما رحت عشمال شمال جماله بصغار 24 45 46 47 طيب نجي نتطلع إذا كان العدد 20 يبعد مقدار 10 وحدات عن يسار شو اليسار يا حبابي هالاتجاه اليسار يلا نعد 10 وحدات سالب 44 سالب 45 سالب 46 سالب 47 بتوصل لوين بارحة إذا بتعدى 10 يا حبابي راح توصل للسالب 30 50 أيهما أكبر العدد سين أم العدد القيمة المطلقة لسين سيني حبايبي شو يساوي في الأول سيني اللي هو إيه سالب 53 طيب أنه الأحسن يا حبايبي القيمة المطلقة للسالب 53 ولا للسالب 53 تمام يالا نشوف أنه الأحسن قيمة المطلقة بتشطو بالسالب 53 وهنا في عندي سالب 53 أنه الأكبر راح تقول لي المطلقة 53 أحسن 100 مرة من المطلقة اللي عليه دين 53 طيب قارن بين العدد سين والعدد سالب 50 قدي سيني حبايبي سالب 3 و 5 وخمسين قدي حبايبي العدد هو سالب 50 بدأ قارن بينهم أنه الأحسن يا حبايبي المديون 53 شكل المديون ب 50 راح تقول لي المديون ايه ب 50 أحسن من ايه من المديون ب 53 وهيك يا أبطال يا حلوين منكون خلصنا الدرس شايفين الدرس مأسهلة شو يعني قيمة مطلقة حبابي بقيس المسافة بين على خط العدد المسافة بقيسة بين عدد وعدد ودائما حبابي بتكون بإيه بالموجب هاي هي القيمة المطلقة طيب نشاه حبابي نشوفكم إن شاء الله في درس قادم كثير درس اليوم سهل إلى اللقاء